أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تسرع الخطى في تنفيذ مشروع حدائق الفستاط وذلك في ضوء توجهات الرئيس أسيسي بالإسراعي بمعدلات تنفيذ المشروع وضغط المخطط الزمنية جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع ويهدف المشروع لتحقيق نقلة حضارية بالمنطقة وأحياء أول عاصمة إسلامية في إفريقيا والحفاظ على العمارة الإسلامية الخالدة بها لتصبح مدينة الفستاط متحفا مفتوحا أمام الزائرين من جميع أنحاء العالم كما يستعدف المشروع إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة